واضح كلام الكابتن هيسم على تأثر ريني فايلر واضطراره للتغييرات مبكرة جدا وانه اثرت على شكل الاداء وعلى مستوى اللعب نفسه لكن على ذكر ريني فايلر الناس اللي كانت شككت في بدايته وما عندهش سيفي قوي اخباركو ايه دلوقت عاملين ايه بجد لسه شايفين انه من الصحة تحكم على مدرب قبل ما تشوفه او اي حاجة قبل ما تشوفها لسه عند كلامكو بانه الاهلي جاب مدرب اي كلامه الاهلي استرخص والاهلي وا 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 ولا بتتابعوا التصنيفات العالمية بالمناسبة ريني فايلر السويسري رغم انه كان تقاع يعني غاب فترة عن العمل وده اللي كان اثر على التصنيف العام بتاعه لكن انتو متخيلين انتصاراته مع الاهلي المتتالية اللي هو سعيد بيها جدا وفرض افكاره وفرض شخصيته على التين بشكل واضح جدا وبيلعب وبيشتغل في هدوء ولا عنده الشوق الاعلامي ولا عنده حتى الرغبة في الظهور الاعلامي ريني فايلر يا جماعة في التصنيف العالمي الكلاب وورلد رانكينج قفز 134 مركز بصوا الاهلي بيعمل ايه بصوا الاهلي بيعمل ايه مع المدربين 134 مركز في لايحة التصنيف قفزهم السويسري ريني فايلر علشان يبقى السابع بين المدربين السويسريين يبقى رقم سابعة بين مدرب سويسرا حاجة كبيرة جدا ويبقى التصنيف العالمي بتاعه 407 بعد ما كان 511 فتقدم كبير كتير رغم انه كان قبل ما ييجي الاهلي قاعد فترة ما بيمرنش فكان ترتيبه متأخر بس شوفوا الاهلي بصمته ونجحته مع فيلر ونجحت فيلر مع الاهلي لان هي مسألة متبادلة محدش بيعمل من قماشة بلدي جدا هيعمل منها احسن بدلة لا ده ترزي ماهر جدا محتاج قماشة كويسة قوي على ذكر التصنيف العالمي مدربين المصريين الحقيقة ترجمة نانسي قنقر